حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن أبي حبة البدير قال لما نزلت لم يكن قال جبريل عليه السلام يا محمد إن ربك يأمرك أن تقرئ هذه السورة أبي بن كعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي أن ربي عز وجل أمرني أن أقرئك هذه السورة فبك وقال ذكرت ثم تقال نعم حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا حبة البديرية قال لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها قال جبريل عليه السلام يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن جبريل عليه السلام أمرني أن أقرئك هذه السورة قال أبي وقد ذكرت ثم يا رسول الله قال نعم قال فبكى أبي يا رسول الله